صباح الخير مشاهدين اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال النهاردة 25 24 اكتوبر 2019 و 25 صفر 1441 مشاهدين النهاردة زي ما عودناكم دايما كل خميس بنقدم فقرة طبية فقرة بنتكلم فيها عن الطب النفسي يعني كل مرة بنتكلم عن الطب العادي بقى اللي احنا نتكلم عنه ان انت تعالج نفسك ازاي الاولاد ازاي لكن المرة دي لقينا الموضوع فيه مشاكل كتيرة جدا الاياباء بيخشوا فيها في مشاكل مع الاولاد وخصصا في التربية ازاي بنقع فيه اخطاء كبيرة جدا مع اولادنا ومع اطفالنا في التربية ايه هي كمان التربية السليمة ازاي نعمل مع اولادنا حوار في البيت بقى فيه مشاكل كتيرة جدا بتقدي الى العنف بتقدي الى حالة نفسية بتاعت اولادنا هنتكلم النهاردة عن تأثير التربية الخطئة على اولادنا وهنعالجها ازاي مع داليا حجازي خبير الالاقات التربوية والاسرية مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل دفنة وين نكمل حوارنا ورجعنا لكم مشاهدينا ولسا مكملين معاكم وصباح الصحة والجمال والنهاردة بنتكلم عن تأثير تربية الاباء على الصحة النفسية للابناء وهل فعلا الاباء بيقوا في اخطاء في التربية وهي التربية الايجابية لأولادنا علشان في الاخر بتقدي الى سوء تفاهم مع الاولاد وكمان بيقدروش ان هما يقوموا الحياة الاجتماعية فيما بعد لان الصحة النفسية بتاعتهم اتأثرت من خلال التربية الخطئة اللي الاباء بيقعوا فيها النهاردة هنعرف معلومات اكتر واكتر عن الموضوع مع داليا حجازي خبيرة العلاقات الاسرية والتربوية صباح الخير يا داليا سمحني ريشل ينزل اهلا بيك اهلا بيك بس يا داليا هم فعلا موضوع صعب يعني وخصوصا بقى في الايام الاخيرة لقينا في مشاكل كتيرة جدا في جميع المراحل الاولاد بيقعوا فيها فده في الاخر الواحد بيرجع يقول هل ده نتيجة تربية خطئة نتيجة اسلوب غلط الاباء بيتعاملوا مع الاولاد بيه هل فعلا يا داليا هنا الاباء بيعملوا مشاكل نفسية على الاولاد فيما بعد طبعا السؤال ده سؤال عميق جدا لانه هو ده اللي بيجواب لنا دلوقتي على كل الاختلافات والاختلال اللي احنا شايفينه في المجتمع زيما انتي قلت فعلا في الاولاد الاخيرة العشر سنين الاخيرة بالذات ظهر ان المجتمع بتاعنا المصري مش هو المجتمع اللي احنا عارفينه ليه مش هو المجتمع اللي احنا عارفينه لانه حصل خلل في التربية ولما أقول حصل خلل في التربية لازم نعرف هو مين أساساً اللي بيربي معنا وإيه الدور اللي هو بيلعبه طبعاً أول حاجة لازم نعرفها أنه مربي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى إحنا كلنا أدوات أو أسباب ربنا سبحانه وتعالى بيستعملنا للتربية دي من هنا بقى هو أنا بالنسبة لي ابني ده عبارة عن إيه ابني هو أمانة بين إدعية ربنا سبحانه وتعالى ادهوني رزق وقال لي حافظي عليه وربيه بأحسن اسلوب يعني ابني مش ملك الأية عشرين يعني هو مش عبدالية يعني ابني ده كائن مستقلي يعني ليه تفكير فيما بعد مختلف تماماً حتى بتلاقي إخوات بس تلاقي فعلاً تفكيرهم مختلف عن التاني بتلاقي اب مثلاً بيميز طفل عن طفل أو ابن عن ابن تاني فدي مشكلة كبيرة جداً فيما بعد جداً جداً إحنا لو إحنا غيرنا المفهوم بتاع التربية عند كل أم واب وعرفوا أن ابني ده أمانة وأنه هو أحكاء المستقل له حقوق وواجبات زي زيه من أول لما بيكون بيبي في بطن مامته لما يطلع للدنيا بقى أبتدي أمارس التربية عليه طيب يبقى التربية هنا هي أساسها علم ما ينفعشها ربي من الجيل ما يبقى عندي علم وخبرة يعني ده لي أنا فهمت منك كده أنه فيه مفهوم للتربية بالصبت كده بالصبت كده الأم والأب لازم يفهموا يعني إيه فعلاً فيه مفهوم تربية وفيه أسليب كمان للتربية والتربية غير الرعية اللي احنا بمارسه في المجتمع دلوقتي هو الرعية يعني إيه رعية؟ احنا بنأكل وبنشرب بنودي أحسن مدرسة بنودي أحسن نادي بنجيب أحسن براندات بنعمله حالة من المادية احنا بنحاول لنا لسلعة مادية احنا بنتعامله هما بيتعاملوا زينا بالمادة لكن مش هي ده خالص التربية يبقى ده أول خطأ يدالي بنقع فيه فعلاً لأنه أنا بعمل طفلي معلش أنا أسفل زي القطة كيتي اللي عندي في البيت أنا بعمل لها رعية بوديها تاخد تطعيماتها زي البيبي بالزبط بجيب لها أحسن أكل وبوفر لها مكان في البيت وبعلمها زي تعمل طايلت واي 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 طب أنا بيبي بتاعي بعمل كده لكن أنا ربنا سبحانه وتعالى أوجدني أنا سبب في التربية علشان أعمله باقي بقى تربية يعني إيه؟ يا أغرس قيم أغرس أخلاق أعلموا دينه صح أطلعوا فرد للمجتمع نفع لنفسه الأول ونفع للمجتمع ده عنده الصحة النفسية اللي إحنا جايين نتكلم عليها النهارة ده شيء مهم جداً يا داليا طبعا الصحة النفسية علشان تبقى موجودة في ولادنا لازم أنا أتبع أساليب تربوية صحيحة وتجنب أخطاء معظمنا بيقعوا فيها أولاً إحنا لازم نعرف أن التربية دي كعلاقة يعني فيه أم وأب في البيت هي أساسها في الأول الأساس بتاعها في الأول علاقة زوجية متزنة سليمة يعني أنا لو أنا فهم من أول ما بجي بتزوج زوجتي دورها إيه وأنا كزوج دوري إيه وطبيعة العلاقة الزوجية ما بينها عاملة إزاي وربنا سبحانه وتعالى خللنا العلاقة الزوجية ووصفها لنا أن يسكنوا موادها ورحمة يبقى أنا كده بنيت الفرشة الأولانية أن أنا أبقى أب وأم صح نقف عندها بقى يا داليا الحتة دي لأني حبيبت بتقولي أن فيه لازم أب وأم مع بعض لازم الأب لي دور والأم ليها دور إحنا لقينا في الفترة الأخيرة حتى الأم كمان ببقاش ليها دور موجود في الأسرة بسبب بقى شغلها بسبب أي حاجة تانية بتخليهاش موجودة طول الوقت في البيت غياب الأب هو موجود والغياب الأم هنا الطفل يعمل إيه في الحتة دي وفي نفس الوقت بقى الأب والأم يمارسوا إزاي التعامل مع الأولاد بطريقة سليمة وإيجابية كويس جدا الموضوع ده زي ما احنا قلنا فيه علم في الأول العلم ده بيعلمنا إزاي نعمل خطة من أول ما ربنا بيرزقني أن فيه بيبي في بطن الأم أنا كده عرفت إن شاء الله أنا هبقى أم وأب طيب بنعد مع بعض فيه الأم والأب ويبتدوا كده بقى يجيبوا وراء وقلم يقولوا إحنا سينا نربي ابننا إزاي أو ابنتنا إزاي من أول لما هي تتولد هنعمل لها إيه؟ هنعلمها إزاي؟ هنلاحظ إدراكها إزاي؟ هيبقى إحنا حتى تعاملنا مع بعض إزاي؟ الطفل الصغير من هو بيبي حتى في بطن ممتو بيتأثر بالصوت العائلي بيتأثر بالخلافات هقول لك مفاجأة في هارفرد عملت دراسة وجدوا إن أكتر من 60% من الأمهات اللي بيبقى عندهم بيتعرضوا لإهانة زوجية ضرب، عنف، تجاهل من الزوج أطفالهم الأجنة دول بيبقوا عرضة إن هما يصابوا بيتها واحد لما يتولدوا بنتي متخيلة من هو بيبي في بطن ممتو الدراسة دي هارفرد اللي عملتها وفعلا لحظوا الموضوع ده طبعا أنت عارفة إن التوحد في العالم كله زيت جدا طب إيه الأسباب؟ أحد الأسباب إن هو الأم وهي حامل المزاج بتاعها والحالة النفسية غير مستقرة نتيجة إيه؟ نتيجة إن ما فيش علاقة زوجية متزنة سوية فيه تجاهل، فيه إهانة، فيه سب من الزوج فبتأثر فيما بعد على البيبي وفيما بعد كمان بعد ما بيتولد بتبقى جينات جواه هو بيورس التوتر والقلق من أمه ودي برضو دراسات تانية طب وبعد ما بيطلع يا داليا بعد ما بيطلع يعني بتلاقي مثلا إن هو فعلا الحالة المزاجية بتاعت الأم أو الحالة النفسية فعلا بتلاقيها مش مزبوطة بتلاقيها متضايقة فالطفل مثلا بياخد منها الحاجات دي قوي جدا، جدتنا كان لها جدتنا كانوا حكيمات صعبة معاها جدتنا الحكيمات زمان كان يقولوا إيه؟ ويقول للأم ما تردعيش البيبي وأنتي متضايقة فعلا، كان يقول لها كده دمك بيتغير فلبنك بيتغير ففعلا، كلام جدودنا حقيقي حكيم، عشان كده زمان كان الناس هادية والتربية كانت صح ورتم الحياة كان أهدى من كده وكان الزوج بيقدر زوجته والزوجة بتقدر زوجها فبالتالي الولايات بيشوفوا النموذج ده قدامهم فبتلاعوا هم كمان فاهمين العلاقات الإنسانية صعبة طبعا، ودلوقتي كل الأولاد بقوا متوترين عصبية ومضايقين وحتى حوارهم مع الأب والأم بقوا صعب جدا وفي كل المراحل يدالية طيب هنا بقى نقول هل في أسليب للتربية؟ أرضو أمهاتنا معينا إن إزاي نبتدي مع بعض حتى لو كان فيه أخطاء كتيرة إحنا فعلا الأباء بيعملوها أول حاجة لازم نخلي بالنا زي ما إحنا قلنا إن إبني ده كائن مستقل فإحنا عندنا في التربية الإيجابية كده في حاجة ظريفة بنعلمها للأمهات اسمها والأباء طبعا، كايند أند فرم بنعلم بالعطف والحزم طبعا العطف ده بقى مشتمل يعني كلمة كده فيها حاجات كتير حلوة منها أهم حاجة الاحترام إن أنا أحترم ابني من هو صغير يعني أحترم ابني من هو صغير يعني تخيلي مثلا الأم والأب من القانون أو من الحاجات اللي بيتفقوا مع بعض عليها في البلان اللي بيحطوه إن هم يبحترموا معايد نوم الطفل وصحيانه لو هم بقى عندهم معلومات هيعرفوا إن الطفل في المرحلة العمرية الصغيرة البيبي ده محتاج ينام أكتر من 12 إلى 20 ساعة يوميا لطبيا علشان هرمونات النمو بتاعته تشتغل فأنا بقى كأم وأب نفسي أخرج ونفسي أتفسح ونفسي أسهر والكلام ده كله بتشوفي إيه بقى في الكافيهات دلوقتي وفي الأماكن العامة الساعة 10 و11 و12 وحدة بالليل والبيبي يا حبيبي نايم في البسات بتاعته ومتبهدل مع الأم والأب طب أنت كده مش محترمة الطفل اللي معيكي فهو هيبقى متوتر هيبقى عصبي هتلاقي بيعيض بنجير سبب وده بيأثر على الجهاز العصبي وبالتالي بيأثر بعد كده على الحالة المزاجية بتاعته فلو أنا عندي العلم وعرفة طبيعة الطفل والمرحلة بتاعته وتعلمت معلومات بسيطة عنها هاحترمه شوفي بداية الاحترام إيه إن أحترم بس إيه بعد نمو صحيانو وبقى فحمة وفعلا إنهم قد إيه بيأثر على الحالة المزاجية والنفسية للطفل طبعا طيب هنكمل أساليب بقى التربية وبس ناخد الأول معنا مروة صباح الخير يا مروة أهلا بيك من أسوان عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلا بيك ممكن أتكلم الدكتورة داليا معيك تفضلي يا دكتور أنا معي ثلاثة عائل هل تنصحين أجيبها الرابع ولا كفاية عليك كده جوزة بيحب الخفز كتير عندها ثلاث أولاد وجوزة بيحب دي مشكلة كبيرة طيب يا دالي طيب يا مروة معلش يا مونة سؤال بعد إذنك هو بس قوليلي كده الحالة الاجتماعية في البيت والعلاقة ما بينك وبين زوجك عاملة إزاي على طول خناك منتخلك وبعدين بالسبب المادية ما عندوش فلوز أنا مطالبة كتيرة طيب تمام الثلاث أولاد اللي معيك بنات ولا أولاد معي ولدين ومعي بنت تمام يا الحمد لله ربنا رزقنا بالبنات والولاد طيب زوجك يعني بيفكر نجيب الرابع لي دلوقتي وصحة النفسية كمان يا داليا أهم حاجة برضو هو عايز يبقى عزوة عندنا بحب الخلفة كتيرة عندنا بحب الخلفة كتيرة تمام عمرك قد إيه يا مونة بعد إذنك 22 سنة عايز عزوة يعني أولاد مرسي يا مروة شكرا يا حبتي تابعينا داليا هترد على حضرتك طبعا معظم يعني البيوت هنا بيحب العزوة والأولاد كتير طبعا يا الله ما بارك ربنا رزقها بالبنات واللي عندها ولدين وعندها بنيوتا ما شاء الله وهي عمرها 32 سنة طيب النصيحة ايه بقى احنا ممكن نعمل اتفاع ظريف مع الزوج ان احنا بس ايه نأجل الموضوع دا سنتين نعمل ايه في السنتين دول نحاول نعود مع بعض ونحل الخلفات الموجودة بيني وبين زوجي وهدي الجو كده بحيث يبقى فيه تفاهم لان من الحاجات اللي احنا تكلم عليه شيرين دلوقتي من أسليم التربية السيئة ان الاطفال لما بيشوفوا الاب والام دايما بينهم خلفات دايما الاب بيزعق للام الصوت عالي ممكن يكون فيه اهانة لفظية وبسدية توتر في الميت بتاريخة فظيعة احنا بيقدر مجتمع اطفال عاملين ازاي احنا عندنا قاعدة في التربية بتقول ان الاباء بيربوا بالقدوة والابناء بيتربوا بالتقليد والمحاكاة يعني حضرتك كأم وحضرتك كأب انت قدوة لابنك وبنتك لهم ما شافوك دلوقتي بتتعامل بالاسلوب ده هما هيحصل لهم ايه؟ عارفة صحاتهم النفسية تحصل لها ايه؟ اولا فيه اطفال بتصاب بالخوف الشديد المرعب فبتبقى انتوائية بتحبس نفسها فيه اطفال تانية بتتربع عندها الانتقام اللي هي مثلا الولد المرتبط قوي بمامته بيشوف الاب بيدرب مامته طب هو بيعمل ايه؟ هو بيكره ابوه وبيفضل عنده هذا الكره الداخلي فتحاول الى انتقام في المستقبل ممكن لما الاب يكبر الابن ده ممكن يدربه وللأسف كمان الاب ما ياخدش باله يمارس الموضوع ده لغاية لما الطفل يكبر يبقى مراهق وبعدين يعمل مشاكل في المدرسة ويرجع يقول ابن ماله بالضبط العنف في المدرس جزء كبير منه ان الطفل في البيت بيمارس عليه العنف لاما هو اللي بيتدرب لاما بيشوف مشاهد ام بتتدرب او الاب بيمارس العنف ده طب يا دالي اتنصحيها بايه؟ يعني خصوصا هي عندها مشاكل كتيرة جدا بينه وبين جزءها سنين وعايزة صحة طبعا احنا في الاول وفي الاخر لازم الصحة النفسية بتاعت اولادنا تكون سوية تنصحي مروبين انصحا هي باللين والرفقة كده تقعد مع زوجها وتقوله طبعا احنا بنحب الاولاد واحنا العزوة دي عندنا قيمة عالية عندنا بالنسبة للأسرة انا مش منع خالص انا بس يعني ايه رأيك نأجل بس الموضوع ده سنتين نحل فيهم مشاكلنا كده نشوف الاختلاف اللي بينا الولاد يكونوا كبروا شوية يكون انت ربنا رزقك ووسع عليك شوية في الرزق لان طبعا الاولاد ده الرزق من رب العالمين طبعا نقول نمنع ولكن احنا بنقول ننظم او نأجل بس لان زي ما انت قلت الحياة لازم تكون مبنية على قسو السليم عشان نقدر نربي مظبوط طيب معينا علا صباح الخير يا علا اهلا بك صباح الخير صباح الخير ازاي حضرتك اهلا الحمد لله يا حبيب اتفضل ممكن اكلم الدكتورة اتفضل داليا معي دكتورة ازاي حضرتك اهلا يا حبيبتي اتفضل اقول لحضرتك عندي محمد عنده 8 سنين الثلاثة بتلاقي طيب محمد بس ولا فيه اولاد تانية معايا 2 تانية صيف عنده 6 سنين ومعايا ادم عنده سنة طيب المشكلة في محمد كلها في محمد اللي عنده 3 سنين عنده 8 سنين 8 سنين طيب اتفضل المشكلة اللي بتعاني منها هو دماغه نشفة جدا مش عايز يذاكر موضوع المدرسة ده نطلعه من دماغه نهائيا يعني عايز يجي من المدرسة يرميش وانطا ويخرج يلعب ما تحاولي استخدرنا زاكر اكتب على طول واخرب الوجب اللي عنها بس لكن مش ملتزم في المدرسة خالص وبيتعامل ازاي مع اخواته اخواته التعامل معهم ازاي هو يعني شوية مع زف فيه عنتي بينهم عشان السن يعني تتة وتمان سنين فمقربين من بعض بيدخل اقيا موقع شوية كده سيس كان عندي بيذكر بيشب المدرسة جدا ده يبص المحمد عشان عايز يلعب معاه مش كده فانا مش عارفة عمل معاه اي يعني المدرسة انا محيها من حياته خالص يعني يعني ما تقول لي ازايك عايزة سألك سؤال حبيبتي هو الاب يعني هو بيشتغل اي وايه دراستو وولدهم صاح لا مش متعلم هو وولد مش عالوه بياخد شغل مقاولات وكده تمام طب عندك مثلا خال او عم حد فيهم وصل لدرجة تعليمية كبيرة يعني اه اه عم ومهندس مثلا خاله في كلية تجارة كده يعني كم فيهم الناس طويسة عندنا مستويس اللي قال عرف نفسي سنو مستويهم عليه كثة اللي في 3 و 4 ما شاء الله يعني بعد اقول له بدخاني انا هو كتير مش عارف اوصل معاه لأي حل لان انا يعني اتعمل معاه شوية بعد كده بدخاني بعد ازعق واضربه طيب علاقته ببابا اي يا علا علاقته ببابا اي بس انا ما بحب الشبكة ببابا اللي هو ايه يعني بيتعمل معاه بعم في زاكر انا مش عارف اكتباء زي انا مش عارف ايه طب بيدلعوا مثلا او حاجة ولا معاه ايه بيدلعوا زيادة عن لزوم يمكن الدلع ده نتيجة ان هو بيتمش بدراسته طيب هو بياخده معاه الشغل بتاعه انا ممكن اكون بدلع لكن بابا لا لأمي دايما بدلع طيب هو الاب الاب بياخد بياخد محمد معاه شغله لا يعني ممكن من يوم يعني مرتين ثلاثة طن عمره طيب طيب اوكي اوكي علا الاستاذة الدالية هترد على حضرتك مشكلة محمد ثمان سنين وهي طبعا مستقبله ودراسته تعليمه اهم حاجة مش قادرة تتحكم فيه وعنده ثمان سنين انت صغير طيب لما يكبر ايه الحل مشكلة كبيرة جدا طيب هو اول حاجة يعني انا اخذتها من الحديث بتاعها ان هي بتقارن باخوه الصغير حتة المقارنة دي بقى يشيرين من المساوي بتاع التربية اولادنا لما بنقارنهم باي حد حتى لو هما بيحبوه حتى لو اخوه او اخته تاب بيكسر عنده حاجات كتير جدا جدا وبيأسروا على ساحة المساوي تاب تعمل ايه بقى يا داني البديل اولا محمد من الواضح انه هو طفل حركي بيحب الحركة وبيحب النشاط فاحنا محتاجين بقى نعود معاه كده ونشوف هل هو بيلعب رياضة لو هم بيلعبش رياضة نصيحتي ليها نيرز انت لعبوا رياضة اي مركز تاب افرد داليا الناس كتير ما عندهمش دخل يعني انهم يقدروا مركز الشباب مركز الشباب دولتي موجودة في اماكن كتيرة او فيه بيبقى مثلا سحاب بتتأجر ممكن اللي هو ما يتأجر المهم يعني تحاول انه تشغل وقته شوية وتخلي يكون عنده مهارة تانية في اي مجال تاني الزبط تشوفوا برضو هو بيحب ايه الاطفال بطبيعتهم عندها الحركة احنا دايما نقول الطفل يساوي حركة فلو هو مثلا بيحب يشتغل بيديه بيحب يعمل اعمال فنية بيحب يشتغل نجارة يعني ممكن تكون هي مثلا في الحي اللي عندها فيه نجار فيه حد هو الولد بيشوف فهو مستمتع بدا فتوقت تتكلم معاه وتشوف المهارات اللي هو بيحبها طب بعد ما عرفت تعمل بقى معاه نظام الاتفاقات ايه رأيك انه تجي من المدرسة هتغير هتصلي هتتغدى هتقعد تعمل الهومورج الواجب بتاعك مثلا نص ساعة وبعدين تقوم مثلا تتنطط وتلعب شوية مين بقى يا ديلي يسمع كده احنا ياما بيقول لولادنا تعالوا وبروحة ونتكلم جدا ده تعمل وبعدين انت بتتفاجئ بسن يعني انت تستن كده لابنت بتتفاجئ مين اللي بيربي معاكي مين اللي بيربي معاكي اه مشكلة بقى الام والاب المفروض هم اللي بيربي معاكي بس فيه كمان ناس تانية بتربي معاكي خاله وعمه وتيته وجده بيربوا معاكي الجرين بيربوا معاكي المدرس في المدرسة بيربي معاكي المجتمع بيربوا معاكي الميديا بتربي معاكي التواصل الاجتماعي كله بيربي معاكي فانت متخيلة كل دول بيأثروا زي على الطفل يعني هو مثلا لو تفرق ساي على مسلسط او على فيلم ولقى البطل مش متعلم اصلا وشايفه له بريستيج وهو نجح في المجتمع وهو فقد القدوة هياخد مين القدوة كلام بابا ولا خاله ولا عمه لا طبعا هياخد اللي هو شايفه لانه حصل له حالة من الامبهار فعشان كده نرجع تاني نقول ايه الطفل محتاج قدوة هو بيتربى بالتقليد والمحكاة واحنا كأب وام او ولية امر او اي حد بيربي هو قدوة فشو فيه مين قدوة محمد لو مش بابا هو القدوة بتاعته ايه ودي له قدوة غير ان هو فهمي طبيعته اه طيب ماشي وكمان حاجة دانية بلاش مقارنة اه المقارنة طبعا جدية مع اخويته ومع ولاد عمانه اه طيب احنا كلمنا عن التربية اللي مفروض واسليب التربية المفروض كل اب وكل ام يتبعوها في البيت مع الاولاد طيب تأثيرها بقى اذا كانت سلبية يعني فيه اوقات تربية بتكون خطيئة جدا جدا تأثيرها بقى على الصحة النفسية للاولاد بيكون تأثيرها ناخد امثلة من المدخلات اللي جات معنا اول حاجة العنف والضرب ده بيعمل عند الطفل ايه اذا ما احنا اتفقنا بيكسر عنده حتة اننا ليه قيمة واننا مهم في البيت فميبقاش عنده تأدير لزيته بيبقى شخصية مهزوزة مفيش ثقة بالنفس خالص اذا ما اتفقنا في بعض الاطفال من هما صغيرين بدخولوا فطور الانتوائية لو الطفل اتضرب من سن صغير اوي بيبي قبل ستنتين ممكن ده يبقى سبب في التوحد اسباب تانية بقى هتفقى اسباب التباول اللي يلاقي رادي منها عنف وضرب اه وخوف ممكن يكون طبعا طبعا الاب بسبب التعامل مع الام الام وهي بتعمل بوتي ترينيج لطفلها لو خوفته بالزيادة او ان هي استعملت معايا عنف او مثلا فيه معلش انا اسفى هذكر المثال ده فيه امهات بتلسع اولادها علشان يعمله في البوتي او بتجيب دبوس وتشكه انت متخيلة بتعملي ايه في نفسية الطفل اللي عنده سنة ونص انا مشكلة كبيرة جدا يا حبيبتي يعني هو انت فهمي طبيا فهمي طبيا ان العضلة بتاعة المسانع بتاعة البيبي الطفل انه بيبي ما بتبتاقش هو يتحكم فيها قبل بعد سنتين ده كلام الاطباء مش كلام نحنا ومن الخوف كمان اللي ام بتعمله ممكن ما يتحكمش فيها خلص ممكن يتحكم فيها هو صاحب بس عقلوا لاواني بقى يبتدي يشتغل بالليل طيب داليا للأسف الوقت بيمروا معيك بسرعة وفيه اتصالات طبعا منشكر مشاهدين جدا عايزين بقى يعني نصيحة للأب والأم ان هم ازاي يتعاملوا بطريقة سليمة وصحيحة علشان اهم حاجة الصحة النفسية فيما بعد وان هم ازاي يتعاملوا مع المجتمع فيما بعد نصيحة بقى حاجة لطيفة جدا ابنائك من صنع إبيك ابنك او بنتك زي القماشة الجميلة اللي ربنا ادهالك انت بقى بنفسك هتعمليها فستان حلو او هتعملها بدلة كويسة ولا هتبوزها خاطص فانت سلوكك حضرتك كأب وحضرتك كأم انتو الاثنين مع بعض الأول ده أول عامل يعني لو انتو الاثنين فاهمين زي بتتعاملوا صح وبينكو علاقة زوجية متزنة يبقى ده هيساوي ايه صحة نفسية متزنة لأولادكم مهما كانت الخلافات اللي بينكم لازم تكون بعيدة عن الأولاد ندريها شوية يعني معلش يعني معلش يعني معلش قدتنا هو يعني سر وغطى علينا زي ما بنقول فمعلش حضرتك لو انت هتتخانق مع الأم نقول فاصل ونواصل ناخد بعدنا نقفل علينا القوضة وبصوت مش عالي لو سمحتم علشان الولاد حتى لو مش شايفينكم بيتأثاروا بالصوت يا ريت يا داليا نرجع تفكير تاني فعلا من أول وجديد وفعلا إحنا كلنا بنغلط وبس أهم حاجة إن إحنا نصحح الغلط ده عشان أهم حاجة أولادنا والصحة النفسية طبعا بشكرك جدا داليا حجازي خبير العلاقات الأسرية والتربوية وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية بإذن الله إن شاء الله جدت مشاهدينا مفيش أغلى من أولادنا طبعا لازم نحافظ عليهم كصحة نفسية وجسمهم وعقلهم وتفكرهم لأنهما فيما بعد اللي هيقبل المجتمع والحياة لازم يكونوا سويين في التربية طبعا وأهم حاجة إن إحنا نراجع تفكرنا تاني من أول وجديد ونحاول نخلي بنا على أولادنا كويس جدا مشاهدين يا رب تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجمال